انت بتعمل ايه اغالي بسم الله الرحمن الرحيم يا عوز بالله مشترة جين ونفسي افهم العبادة ازاي بتجري كده اوف والله يا بصراحة انا مش فهم اللي بيحصل صراحة يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي سيف جيم طلعت ودخلت زي ما انتم شايفين الباص مش فهم في ايه بالزبط هل ده كله بسبب البتاعة دي مثلا اصده يا جماعة فيه حاجة جوه بتعمل ايه ده في ايه طب ليه كاوتش ده مثلا بتحرك انا مش فاهم ده يخلينا نستنتج حاجة ان اي حاجة مش متسبتها بحرف الجي كلها هتقع من البص زي ما انتم شايفين مسلا الكورسي ده خلينا حاول امسكه وهاتلي الكورسي التاني طيب والكرسي ده طب خلينا برضو نبص على الحاجات اللي في الطبليات من فوق ممكن بعد ازنك اطلع بسم الله الرحمن الرحيم انا شايف ان هم مسبتين فوق يعني يعني من الاخر الحاجات اللي احنا رمينا في المخزن هنا من غير ما تسبتها بحرف جي او ما تكونش قاعد على طبليات دي هتبدأ تقع مننا. طيب. والحل يعمل ميدو. الحل بكل بساطة وبكل اختصار. انه احنا بقى هنبدأ نسبت الحاجات اي حاجة بقى هنبدأ نسبتها بحرفة جي. بسم الله يا رحمة ورحمة. خليني بس ابدأ ارمج كاريسة دي كلها فوق. انا صراحة باستغربه دي كلها كاريسة جيبتها معي. ده حاجة غريبة جدا يا جدع. المهم نبدأ نسبت دورة. والكولنج ايه هي? ونبدأ متحرك. اخبركم يا شباب معكم محمد جمال من قناة العام ميدو. وحلقة جديدة في دا لونج درايف. في الفيديو لو انت جديد ما نسيش لايك ونشتراك في القناة. سوى صالة على الحبيب. حسنا سوى صالة على الحبيب. جلبك يطيب. الحلقة اللي فاتت ركبنا التابليات دي فوق البص. ولقينا ماتور النقل الجامد ده. ولقينا برضو هو ايه يسطى اللي بزوقه هراي. ايو يا جماعة العربية الندرة وتخيلين? العبيد يا جماعة لحد الامة الايتاج ده ايه ده? بس عموما الحلو خالها مساعدنا شوية. ونرجع برضو لنرجوعنا. لقينا عربية نقل برضو فيها تنك واخدنا منها بتاعها ومللنا ديزل. يعني عايز اقول لك من الاخر احنا فل ديزل وزاية كمان معنا ديزل فوق يعني بوص دنيتنا تمام. ففي حالة النهاردة ان شاء الله كررت ان انا زبط المخزن بتاع البص وده فعلي خلاص اللي هو احنا عايزين بقى نبدأ ندور على ارفف عايزين نبدأ ندور على ايه يا رجالة تم خلاص بقى واحد يجري وراي وخلاص يلا الله مش مهمة هم مسلينا في الطريق عايزين برضو نبدأ ندور على طبليات علشان دي نبدأ نعمل بها باب المخزن لاني للأسف الشديد ما لقيتش لحد دلوقتي او مقطورة او اي حاجة اخد منها او باب او اي حاجة زي كده عشان نقدر نقفل بها الدنيا دي فنبص دينا بصة في السريع هنا برضو اتواقع ما فيش اي حاجة بس هو كل الحوار اللي قاعد يجري وراي ده طب يا رجالة خلاص بقى يلا ربط ده صاحبك ده جماعة شكله امركم ماتور تماني اسلندر او قال ليه ده طير وراي بصوا مستيبني اطرن ابن اللازينة بس حلو حراسة خاصة حراسة خاصة حبيت اشكركم على الدعم الرهيب مع ان الدعم على فكرة قالل شوية اليومين دول بسبب الناس اللي ما بتحطش لايكات يعني ان نفس افهم يعني مطعم بسم الله ما شاء الله مسلا بيوصل عشرين تلاتين اربعين وباخروا الفي اللايك مسلا او الف ونص لايك انت بتعمل فيها ليه كده يا ستا حط لايك حبيب قلبي لان اللايك ده بيخلي الفيديو ينتشر بيخلي اليوتيوب يبطرح الفيديو عند ناس اكتر فبالتالي يوصل لناس اكتر فمستيش بقى اللايك بتاعك الجميل وحبيت اسألكو على موضوع الدراسة ايه دنيتك عام ليه في دراستك مية مية بتذكر وانا ما بتذكرش لان في ناس بلي اللي بتفرجوا عليها دلوقتي ممكن تلاقي مسلا ما خلصت الوراء اتفرج على العام ميديو الاول بعدين نشوف الورايا طيب بص حبيب قلبي علشان برضو ما بقاش سبب ان انا ضيعك فانت اول حاجة خلص المذاكرة اللي وراك بعد كده بتفرج على العام ميديو او لو انت مسلا جاي من المدرسة وكده كده لسه تعد لك شوية عشان مستني دارسة وبتاع والكلام ده كله ما فيش اي مشاكل تتفرج على الفيديو ولكن اهم حاجة اركز فيها مذاكرتك الاول لان المذاكرتك اللي هتحدد لك مستقبلك اهم حاجة المذاكرة بتاعتك وحبيت اعزي اخواتنا في فلسطين اه والله يعني الواحد زعلان جدا يا جماعة ومن ساعة ما الموضوع ده حصل يعني الواحد زعلان جدا اللي هو يعني عايز اقول لكم الفيديوهات انا بصورها كده وانا وانا قاعد بفكر في الحاجات اللي بتحصل انتوا اتمنى انتوا تكونوا فاهميني فربنا يرحمهم جميعا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله منصورين بازن الله فاتحيات اللي كل فلسطيني بتفرج عليها دلوقتي وانتوا يا جماعة من اجمل واقوى الشعوب وان شاء الله دايما نشوفكم بخير دايما يا رب اللهم امين وتعد على خير ان شاء الله ويبقى حالكوا احسن من الاول ان شاء الله ربنا يا سهل وده عندك عمك الوحش جاء عليها ده ده بجري مني سبحان الله طب ليه يا جماعة ده بجري مني يعني والله ده اجنيني يا جماعة مرة يجري مني مرة يجلوا معي انتو عارفين والله انا كنت شاف برضو هنا بيت رعب هنا بس اللي هو ايه يعني عدت افكر شو قبل ما ادخله اروح ولا ما اروحش فهم انت ازاي اللي هو برضو مش مستعد ان انا ادخله لان انتو عارفين زعتر دلوقتي ما بقاش يموت بسهولة بناء على المود اللي نزل بس المشكلة ان انا لما جيت الحلقة اللي فاتت اما قوته لقيته متعادي اللي هو عادي اصطى انا بموت عادي اصطى ايه ده اصطى ده في بيت هنا اصطى بس والله يا جماعة حلوة البص ان انت حس ان انت قعد في بيت فعلا اللي هو شفت البيت عامل ازاي بس انتو عارفين والله مشكلة اللوت اللي بعد يتفك ويتفكك وينزل ده عامل لي لاك بصوا في اللعبة شوف اللعبة تحسها كده بتقطع انا ببص يمين وشمال ده بسبب اللوت اللي هو متفكك ده فبصراحة انا مش عارف احلها ازاي انا شايف هنا حاجة جماعة سواني بس اقفل العشب ده والماس بحد فيه وكان سأل سؤال قالي عمي بيدو انا عند العربية بتاعتي ما بتمشيش ليه بقى لانك انت شايل علامة الصح عن او او فانت لازم تحط علامة الصح ديول ولو انت حطيت علامة الصح على دي فانت كده مضطر ان انت تدي غيرات للأوتوبيس وانت ماشي فهم انت الموضوع ازاي او العربية او اين كان فاتأكد لانت حاطت علامتين صح هنا وشايل علامة الصح من هنا وكده خلاص رعباها تمشي معاك على طول ودينا يا ري اصيا حصلت لكتير وكنت مستغرب ازاي العربية بتاعتي ما بتمشيش او البص بتاعي او كده طيب الحاجة مال انا راحستها دلوقتي ان بصوا فيه هنا يعني يقتين ده نوادر ما بتظهر يعني هلأ بس نشوف الوحش ده فين نعمر بس السلاح بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم هلأ هلأ اه 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 ياصلا ما بخافش من حد ده مبخافش من حد انا هو لي يا جماعة مات على طول يعني انا المفروض مساء يقعد شوية بتاع عموما اللي يقتين دي جات في معادها خلاني البصة كده خلت نور لنا يا سلام بس مشكلة شايفين اللي يقتين يا جماعة ما بتنورش مسافات لا لا بتنور طب ممتاز جدا بس احسها ان هي يعني ما بتنورش مسافات بعيدة عموما واو فيه كرافان هنا على فكرة ان هممكن اخده معايا بعزنا كده برو بس ممكن تنور للنور ده يا ليه لا رعب يا جدعان تخيل نفسك تكون قاعد في مكان زي ده ما فيوش اي حاجة زي كده يا نهار ابيض ربنا يسطر بس مشكلة الكرافان ده يا جماعة ان هو تارس فوق طب ده هينزل ازاي من اللازينة ده احاول ازوقه مسلا ده صعب صعب اساسا بس شوف ليك هنا مكان واو بصوا في انوار ودنيا وبتاع حلوة الكرافان لا يصد ما عايزنك طلعني 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 طب يعني انت حبست جوا لا ما تقولش طب الحمد لله حلوة بس يا جماعة ده نص الكرافان فوق تخيل تبدأ يطلع ازاي خليك اجرب حاجة هنا لا الحمد لله ما انفجروش كنت مفكرهم بنفجرو نبص هنا بالمرة وفي هنا مقتورة على فكرة ممكن ناخدها معنا احتياطي نبدأ نرمي فيها الكراكيب لحد ما ان شاء الله ربنا سهل ونبدأ نزبط البص بتاعنا فخلاها ناخدها ونبدأ نزبط عليها كده نزام طبليات ودنيا احسن ما كل شوية نحط الكراكيب في البص ويقعد بقى يعمل بينا وزهقنا بسم الله الرحمن الرحيم ادد كاوتش الاول فك يا مدير وادد كاوتش التاني نبدأ ننمع المقتورة دي بسم الله الرحمن الرحيم زي ما شايفيني الشكل بسم الله ما شاء الله عليها جميلة ارمي بقى الفرشة دي هنا دلوقتي هلان برضو نبص نشوف التانك ده في ايه بالمرة فاضي واحطي اللون ده بالمرة هنا بنحتاجه طبعا كلوت او كزخيرة وبالمرة الخرطون ده معيني خاف منه بس خلاها اخده معي هعمل ايه طيب والله يا جماعة يعني حاجات تخوف والله وبقى بالبص كانت زولت هنا بحاجة ممتاز جدا باب البص ده يا جماعة اه ده اللي بيفتحه بقفل اللي برة احنا ممكن نعمله ده لغرفة الاسلحة ان شاء الله ربني سهل بس الغريب بقى هنا ان انا ملقتش وهاتل التانك ده برضو كابوت ده الغريب هنا انا ملقتش خشب اللي هو الواحة الخشب دي عشان نبدأ نعمل بها الباب بتاع البص نفسه غريبة مش كده يالله عادي مش مهم بس لوقتي مضطرين ان احنا نثبت اي حاجة بحرفة يعني كده فهم انت وحتى بتاعت الزخيرة حرفة جي كده برضو وحتلب عزك رياكتينة دي انت بقى يصطى والله نفس الكلام برضو هتستبت بحرفة تعالي بس انت بستعجل على ايه خليك قعدة هنا دلوقتي اطفي بقى كده بسم الرحمن الرحيم نبدأ نشغل العربية بتاعتنا بسم الله يا مسالح يا رب بسم الله هو في ايه اه يمكن خبط في حاجة اه صندوق اصلا استغربت اه ليه في نور ورا عربية الموليس جاء ورايا يعني ازاي ايه اللي هنا دي يا بنت اللزينة بسم الله الرحمن الرحيم شابك يا مدير بس كده يا باشا قادر اقولك يلا بنا ننطلق و بسم الله اتوكاننا عليك يا رب يا مساها الحال يا رب يا رب بسم الله يا رب سهلها معانا يا رب الله ум aamين بسم الله الرحمن الرحيم انا عايز بس شوف الشبح ده اللي جابه ورايا يعني نشوف ايه اللي عنده يعني عندك ايه يا ست ده مات يا جدعاء وال مات بس ما قدرش اشده بس انا في حاجة متالية مسكتها هنا دلوقتي. ايه ده? والله كان انا مسكته? انا حاس اقول الله ان انا مسكته. يا ستا ممكن تيجي معي? اه ده بزوء العربية نفسها. بس ما اقدرش اخده معي. مش فاهم ايه السر يعني بس هيب رهيب لو اخدته معي. يلا عندي مش مهم خلا نبدأ نمسك الخط بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في الباب عليك بعد ازنك كده يا راس عشان باس ما فيش حاجة تحصل. تاني حاجة اقول ايه رأيكم بالفكرة يا جماعة. عملت التلفزيون بتحرك. عشان اقدر اتفرج عليه براحتي. وليه رأيكم بالفكرة? دي رهيبة صح? يبقى انطبقها بقى كل التلفزيونات بص. نورك بقى والدنيا حلوة وبتاع. وما شاء الله بصوا يا جماعة ليه نور يعني. نوره خفيف كده ولزيز. والله اي اي حاجة يا صدو. هو شكل كده بس. بس لحد الان مش عارف اضيف جواه فيديوهات. مع انه اصلا هو اناسل هنا ده عمل زي الكمبيوتر يا جماعة. اللي انت بتوعد تبرمج عليه الحاجات وكده بالكيبورد والماوس والكلام ده كله. بس ايه ايه اللي انا شفت ده? وحش? اه لا ده برج يا اخي والله برج اخضني. وعندك برضو رادي ده ممتاز جدا. يعني بصراحة حاجة خطيرة. اليومين دول يا جماعة بدأت تركز على لعبتين. محاكي الشحنات ومحاكي المزرعة. يا ريت تتفرجوا عليها كده وتقولي ايه رأيكم فيها. مع العلم ان المحاكي المزرعة يعني انا بحاول اختمها عشان ندخل على لعبة ابا. ايه اللي يجي ورايا ده? يا ابن اللازينة. انت اسطى جامد كده? شوف 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 يا جماعة. لأ وزعتر يا جماعة. وزعتر بيعمل ايه ده? انت بتعمل ايه يا غالي? في ايه? هو ليه خطي العربية ومش? انا مش فام حاجة يا جماعة سوري بس ننزل كان نشوف ايه الموضوع بالزبط. حبيبي قلبي عام ليه يا اسطى? لما كانك بقى استعمل بقى ازعكتنا بقى ريح بقى. ريح بقى يا اخي ريح بقى زهقتونا بقى في عشتنا. كل شوية قاعدين طالعين طالعين. يا سلام. اهل حاجة يكون عندك كده كويشات للباص. لازق يا باشا هنا. بس كده اي حاجة اجيبها لازق اي عم بتجي وخلاص ولا ايه دماغي. بدل كل شوية يحصل ده. الا بتاع الغسالات او يا جماعة. حبدي فيكو برضو قال لي عمام يدو انت ممكن تعمل التلفزيون كميكرويف في المطبخ. فكرة ممتاز على فكرة. ان شاء الله يبقى نجربها ربنا يا سهل. دلوقتي احنا بقى محتاجين اي حاجة. ما عندكش اي حاجة هنا. ما فيش اي حاجة كشاف ممتاز جدا. كشاف ده برضو ممكن ان نحطه برضو على المقطورة كده من ورا. او ممكن نحطه مسلا في البص كده من ورا. اقول لك حطه على الباب اللي هنا حالو كده بالشكل ده. وخليه سابط وخليه منور. عشان اولينا بقى على المقطورة ورا. واحنا ماشيين مسلا الدنيا ليل. يبقى هو منورينا والدنيا تمام. خليني برضو اخد البتاع ده بالمرة علشان برضو اكيد انا حس ان انا هحتاج الحاجات دي والله يا جماعة ما عرفش ديه. سواء جوة البصة او برا البص يعني بقى ساكيد هي بلا استعمال. نبدأ بقى ناخد الحاجات دي. طب الحاجات ده هتاخدها زعم ميديو قولك موضوعك سهل وبسيط جدا. هنبدأ بصه عند اللوحة دي ونسبت كده كله بحرف جي. بالشكل ده شفته? كله كده هتسبت بحرف جي. ودي ايه دي? واو حلو ده يا جماعة شكله جامد. تقريبا بتاع سكودا صح? اه بتاع سكودا. وحط المرأة دي بالمرة خلان نسبتها هنا بحرف جي. يبقى احنا كده اخدنا الحاجات المهمة. سيبك دلوقتي من الحاجات المطبخ عشان برضو ما نزودش عندنا لوت في البتاع ويحصل في لاجو بتاع وانتوا عارفين طبعا اللي يومين دول بتستعبل علينا. مش فهم في ايه بالزوت بس اشتها. وزيت كمان فيه مقطورة هنا نضيفها ومد ناس ومحتار ما ممكن ناخدها معنا. وممكن ناخد الكويتشات بتاعيتها معنا. بس انا شايف ان انا لو اخدت معا ما قطرتينها يبقى الموضوع فيه ضرر جامد فاحسن لها نطنش. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نتحرك بسم الله توقعنا عليك يا رب يا مساء الحال يا رب. بس تحس الشبكة اللي انا حطيتها جنبي دي بص يعني تحسها كده عملالي جو اللي هو بص مدرياني كده فهم? فبصراحة وضحها لذيذ ورهيض. المهم نرجع لمرجوعنا يا شباب زي ما انا قلت لكم اننا دلوقتي بنزل لعبة المزرعة ولعبة محاكي الشاحنات يعني لعبة المزرعة هي اكتر لعبة مركز عليها لاني عايزة خلصها بسرعة عشان نبدأ في والكتير من انكم تفرج على حلقة الاولى والتانية والتالتة اللي نزلها يمكن من تمال شهور وحبتهها جدا. فان شاء الله السلسلة ممكن نكملها وممكن نبدأ فيها من صفر تاني عشان فيه ناس جديدة وكده يعني دخلت معانا وكده وفيه ناس بتحب المحتوى ده. طيب ايه عم يميدوا فكرة بالزرعة? فكرتها ان انت بتعيش في عالم كله زومبي. ناس جنود ضدك يعني بحاولوا موتوب. بس انت بقى بتحاول ان انت تعيش بقى تبني لك معسكر تنقذ ناس تصنع لك عربية فهم انت ازاي? ونزله في التحديث برضو ان في ورشة صيانة بتقدر تزبط العربية ان هي تبه مدرعية تقدر تحط علىها رشاش تدربيه كلام ده كله. فده بصراحة اللي محمس ان انا ارجع للعبة تاني. مع ان اصل كنت مخطط لها يمكن من فترة كده جامدة ان انا ابدأ ارجع لها. ولكن يعني ازا ما تقول ايه كل ما اجي افكر اقول لا سيبها دلوقتي. والمشكلة ان اللي بتفرج على القناة مش هيقدر يتفرج فهم انت ازاي? فبالتالي مش هيفهم اللعبة ماشي ازاي? وانا بصراحة بحبكم تتفرجوا على الفيديوات اللي انا بنزلها لان فيه من نوكو ما شاء الله عليكم بتكتبوا لي تعليقات رهيبة اللي هو اعمل ميديو طب احنا مسلا عنزيناك تعمل كزا طب عنزيناك تعمل كزا فاهم انت ازاي? يعني مسلا طول ما فيه افكار انا اشغال فيها. عندك لعبة سكراب ميكانيك بالمازمة ما فيه كتير من نوكو بسألني وبتأخر فيها جامد. لان الافكار اللي عندي خلاص يعني ما بقاش في افكار لان انا بستمد الافكار من نوكو بالاضافة كمان ان انا مسلا موعد امسك ولا وقلم بحاول اخطط اعمل ايه? يعني الوقت انا مسور فيديو بس بصراحة لسه ما منتكتوش اللي هو يعني وانا بصور الفيديو ده لسه معرفش هل الفيديو هينزل النهاردة ساعة اربعة العصر او سبعة بالليل لسه ما حددتش المعاد ولا مش هنزله اساسا لسكراب ميكانيك اللي هو انا عملت في الفيديو ده اللي هو اه بتاعت الماركب فاهم انتو ازاي? زبطت كده هيك الماركب جديد وحطيت عليه الشاس ومستني بقى شوف الماركب هيمشوا ولا لا والدنيا دي كلها ويعني حاجات كده كتير او حاجات كده مش كتير عملناها في الفيديو وخلاص يعني ده سكراب ميكانيك ما فيهاش افكار جديدة طيب بالنسبة لعبة المزرعة لعبة المزرعة صراحة رهيبة يا جماعة انا عجبتني اللي وين دول ليه بقى? فيه تحديث تنزل لها بس التحديث ده لسه يعني تحت التطوير لسه منزلش رسمي بس انا قدر احدث اللعبة بس المشكلة في تحديث اللعبة ان انت لما تيجي تحدثها هتضطر ان انت تبدأ من صفر تاني وانا بصراحة ده اللي انا مش حابه زيت كمان ان اللعبة بدأ يجي لها اللهم بصالح عنها بأفكار جديدة يعني انا عدت كده خطت لها الافكار والدنيا دي كلها فبدأت مسلا ازبط مزرعة بقر جديدة خاصة بالحلب ومزرعة خاصة بفرم اللحمة ومزرعة ما عرفش ايه فبدأت بقى ان انا اشتغل فيها شوية بدأت بقى اشتري عربيات بدأت ازبط نفسي واحدة واحدة بحاول بقدر الامكان ان انا ايه امشي في اللعبة بحيث مسلا نحاول نختمها بسرعة عشان ندخل في وفي نفس الوقت مسلا لو التحديث نزل ممتاز جدا وحسيت ان هو كويس نبدأ برضو نبدأ في المزرعة تاني بس هنبدأ بقى سلسلة احترافية لها مسلا نخلصها في عشر حلقاته شكرا كده بس ما عايزك بس ممكن تقع في التلفزيون بس عشان الكهرباء والبتاع اصلا مولد الوتوبيس مش نايس اتمنى ان انا لاقي بس الواح هنا جوه في البص ده في بيت الرعب ده بسم الله الرحمن الرحيم يا اله يا الله شفت يا جماعة الصخرة دي في يوم لو تفكروا كده كان في تحدي من التحديات خد بيت الرعب لقيت ان في صخرة اصلا دخلة في بيت الرعب كله حلو ادي لوح خشب ممتاز جدا انا عايز بقى كمان لوحين تلاتة زيه الله عزة بسم الله ما شاء الله ممكن اصحاب معي ايه رأيكم شوفت يا جماعة التقطيع يا له التقطيع ده يا طوى كوكسون بالله بس بايزنا كده بس متالة يبقى فيه هنا شوية الوح كويسة على فكرة بس هاتل السلاح وخليه من المرة ارمل بتاع دي هنا واللوحة دي اقول لك الحاجة اثباتي هنا والله احلى حاجة حرف جي ده يا جماعة حرفين بتوع تسبت كل انت عايز حرف جي طب صحيح ايه المناسبة صحيح تم احنا ممكن نعمل بحرف جي ده والله فكرة حلوة هعملها هعملها بس نتلطى عمل بيت رعب وقالوكو هنعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم المرة دي بقى انا داخل مسلح دايما لما تيجي تفتح الباب ده افتحه من بعيد لان الباب ده صراحة مش لذيذ عندك هنا برضو فيه كشفين ان شاء الله يكون مكشفين بس دول حسسهم صغيرين كده طيب عايزنا كده ممكن تجيب لي الكشاف ده تسر دول واو ع كمية الكشفات يا جماعة ده مش طبيعية البتاعة دي بصراحة معرفش انا احتاجها في حاجة او لا بس سيبها هنا دلوقتي عامدنا برضو هنا كمية حاجات زي ما انتم شايفين اه يعني انا هحاول بصوا اه لا حلو لقنا البتاعة التاعة تمام ممتاز جدا كده عندك ده ايه بقى الكشاف لا ده صح تاني بقى ده كشاف اه انا عارف المهم نده بقى نسبت الكشفات هنا كلها بحرف جي شفتوا الشكل عامل ازاي رهيب يا جماعة حرفة جي اوكسون بالله بصوا بس كده نسبت كل حاجة عليه انا اللي خلينا اجيب طابلية كبيرة وبتاعة واحد اعمل معرفش ايه اهو نسبت كل حاجة عليه ونبدأ نشير الكشف في جبنة وخلاص يا البتاعة دي يا ريتها الطبعة اصل بتاعة دي هي اللي بتتحول لطبعة نبدأ بقى نشير الكشفتة في جبنة عادي جدا زي اي بنادم عادي وخلاص ماشيين الدنيا خفيفة وحلو معنا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم السلام عليكم روحة الله وبركاته بص جماعة لقيت ايه لوحة تانية الله تقريبها الخطة اللي في دماجها هتنجح ولا ايه يا مزهل علي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ الله يخدك يا شيخ الله يخدك يا اخي يا اخي والله يا جماعة تخديت صوته مزعج وعالي توصلت يا معلم والله هلأ 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 بأعزك بس بس على الحاجات دي عشان بس ما تتعورش تعالى كده اخليك بعيد عنهم بعد ازنك عبيب قلبي يا راجل والله ما انت قاعد مفيش حاجة فوق خلاني ازل تحت نبص بس برده في السريع بسم الله الرحمن الرحيم يا رجالة لنضيقنا علينا كده احنا عايزين بس يعني بتاعتين بس مش اكتر والله يعني احنا طلبنا بسيط جدا لقيت الكلب ده خليني اخده عشان فيه منكم طلبوا مني بس خلايا برضو نستغلوا بعزلك يا زميلي خلاص يا عم كسر كده وخلاص بسم الله ما شاء الله فيه كمية اوزان هنا يا جماعة طب ممتاز جدا نبدأ نشبكهم كده في بعض حل ونشبك دول فين بقى في الكلب ونمسك الكلب ده نحطه في جيبنا شفتوا اللافة عاملة ازاي تخيل بقى الكلب شايل ده كله ببقه لا اله الا الله نبدأ نمسك الكشف ده ونشبكه فين في الكلب ونمسك اللوحة دي ونشبكها فين في الكلب كله كله على الكلب يا جماعة زمي الكلب قولي وانا مالي يا نمبي والزرافة دي برضو تعالي يا توتو خليك قاعدة هنا نبدأ بنسك بقى الكلب ده احنا عايزين اسم الكلب اه حلو لقينا هنا بخاخ في الستاشر بتاع تم منتز جدا يعني حضرتك عندك مسلا اه حاجات تانية مسلا افتح لكده بعزناك الباب ده ما اعتقدش فيه هنا قطبان قطرة انا مش محتاجه في حاجة بس اتوقع كده امورنا تمام ومية مية نبدأ بقى ننطلق من هنا ونتحرك ايوة صحيح يا جماعة فيه شوية بتاعوت هنا خلانا اخدهم معانا بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة الحاجات المنظفات دي بتوبة رهيبة لازم توبة معانا كده نزلي بعزناك الكلب بتاعنا الله يكون فعونه ده هيجيل كتير يا جماعة شبك بقى السفنجة دي كلها فين في الكلب برا على عم الكلب والله الكلب ده يا جماعة عارفين والله انا بفكر اسميه حمال الاسية ده هيب برهيب ده على فكرة يعني انت بدخل انا عاد دلوقتي بيشيل عليه كل حاجة وللماتور ده بقى لونه احمر غريبة مش كده خليه بقى ابدأ احط البخاخ ده هنا بالمسا كان في حد فيكو كمساء على توتو ما هي عم توتو قاعدة هنا ايه طيب خليني بالمرة اسبت الكلب ده هنا ايو يسطى خليك كده اسبت انت وارجالها معاك وشوف بقى الفكرة انا عايز اعملها بقى اللي هي فكرة بتاعت الزخيرة والدني دي كلها هنبدأ نمسك اللوحة دي بس تقريبا اللوحة دي لازم اجيبها من بره عايز اللوحة دي بس الروحة دي شبك مع ايه مش مهم الفرشة عادي ما فيش اي مشاكل شوفوا بقى الحركة اللي انا عايز اعملها بقى بقى بص يا سيدي انا هنجيب اللوحة دي هنحطها على الارض زي ما هي محطوطة كده حلو الكلام ايوة خليك بس بس على الارض تعالي هنا وهنبدأ نجيب الزخيرة اللي هي اللي زي دي نبدأ نرصها فين كده جنب بعض هنا شفتوا شكل اللي بعمل ازاي كده شفتوا الشكل وهدي كده والي يا جماعة طب والله الشكل اسطورة خلص خلد الزخيرة دي لا ولا اقول لك تعالي بالمرض تعالي 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 اه تعالي بالمرضة عشان ايه يبا كده احنا معنا الاماكن كلها موحدة طبعا ايه عايز الترتيب وبتاع بس انا عايز اطلع من المكان دي عشان بس قصة التقطيع دي ومسلا ممكن نسبت اللوحة دي فين مؤقت يعني خلان سبتها مسلا في الجزء ده كده مسلا بعد ازنك كده ايوه خلي اقول لك سبتها في السقف كده مسلا كده بالزبط كده بس كده يا سيدي شوف شو شو شكل عامل ازاي مية مية بقى عس الزخيرة اروح بقى عامل منها الله ده يقتب ما ان شاء الله عليها يا جماعة ده بدأ يزيد اهو هلا والله التدمخ شكري يا صدى قصد شوكت بقى شكري شكري سبحان الله طلع شوكت انتوا مش متخيئين انتوا مش حسين الاسمين مش شمع بعض يا جماعة كان في حد الحال الفات لخبط في الموضوع ده قالي عم يميد على فكرة هو اسمه شوكت مش شكري لان شوكت ده شوكت ده جمجوم يا جماعة شكري هو لهيكل عظمي هو بقى تلخبط بين الاتنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكنا عليك يا رب اه اللوحة اللي هنا كنا هننسيها اوف الطابليات اللي ورا ما فيش ولا طابلية ورا يا انا رب يا طب بص بص تعال انتي خليك انت محطوطة هنا انا اصلا شكل في الجزء بتاع المخازن ده هابدأ اثبت طابليات على الارض عشان لو رميت حاجة على الارض تفضل ثابتة بدلا ما تقعد تتحرك وتزهقنا نبدأ نثبت ده هنا كده كده حلو الكلام بس ان شاء الله كده تمام بسم الله الرحمن الرحيم يا مساهل حالي يا رب الحالة فات لما قلت لكم ان انا محتاجة اجيب شاشة كويسة وامكانيات كذا ومواصفات كذا بصراحة في ناس كتير قوي يعني بسم الله ما شاء الله عليكم ما اصرتوش معي والله العظيم يعني حد فيكم حتى كمان قال عم يميدوا خلي بالك انت لو جهازك قوي والشاشة بتاعتك ستين انت لازم 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 تجيب اقل حاجة شاشة مية اربعة واربعين هيرتز علشان جهازك يقدر يطلع الامكانات اللي عنده لان انت بالشكل ده بتكون خنق وده بصراحة اللي بدأت الاحظه فعلا ان الجهاز فعلا الحمد لله يعني ده بفضل ربنا سم انتو الجهاز قوي حلو الكلام بس تحسوا مخنوق في حاجة خنقها يعني دلوقتي انا قاعد اشك في الماثر بورد لان الماثر بورد انا جبتها بحكم الظروف لان اشاريت في الجهاز كان مش احسن ظروف يعني فاشتريت ركزت ان المعالج يكون قوي والرامات قوية والماثر بورد احاولت اجيب اللي هي اللي مش وحشة واللي مش حلوة لان ما شاء الله دلوقتي الماثر بورد اسعاره خيالية فانا شكت فيها في الاول فبعد كده واحد قال لي لأ انت شوف الشاشة ممكن تكون دي ليها المشكلة فقلت طيب ممتاز جدا وبالمسبة صحيحة جماعة انا مامشلش كتير واطلع البتاع دي بحزنك بس ممكن تنور للنور افتاح للباب كده بحزنك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم راح اطلاق بركاته هلأ عندكم من جديد يا زلمة انا صراحة شايف عربية هنا منهارة وفيه متسكل داخلها خليه بس ننزل اول نشوف الدنيا جوا بعد كده يبقى نكمل قصتنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا اخ شكري مرعي اسمه ايه زعتر دولد نسيت اسمه يا جماعة يا لو يا جدعان دي التلاجة صغيرة دي ولا ايه بس التلاجة دي صغيرة قوي يعني احنا احنا عزي التلاجة الاجبر من دي عشان نبدأ نعملها كازنا زي ما انتم قلتولي ربنا يسهل طيب خليك انت هنا دلوقتي انا مش فاهم بس يعني العربية دي دخلت هنا ازاي وشغالة لا اله الا الله طب دي هتطلع ازاي من هنا انا مش فاهم والله يا جماعة انتطلع ازاي من هنا دي يا الهر ابيض الله يا عم انا همش من احسن لي عشان بصراح ما عرفش الودة قاعد فوق الى تحت بس انا خاف كده لان اطلق من اي مكان اتخض منه بس انتم عارفين طبعا احنا هدفنا الاساس ان احنا ندور على الالواح علشان نبدأ نزبط بقى المغزم نبدأ نزبط السلاح دي هنا طب والله شكله جامد بعزك بس ممكن تقفل اللي باب اني بدأ ننطلب بسم الله الرحيم حد فيكو برضو قال لي عماميدو ممكن تحط ستكر العيون على الديركسيون مش هينفع انا جربتك كزا مرة كل مرة بيجي ورا الديركسيون مش على الديركسيون نفسه مش فاهم السر وحد فيكو برضو فتعليت قال لي على فكرة جامدة قال لي عماميدو انت ممكن مسلا تعمل مربع من الطابليات وتعمله باب يفتح ويقفل وتبدأ تحطه في اخر البص من وراء بحيث مسلا لو انت مسلا حبيت تخيم برا والكلام ده كله مسلا انت اصدق كده صح اروح على طول لطة قاعد وراء وخلاص مش كده والله يا فكرة بصراحة لزيزة بس انت عارف يعني ده لو انت مش معاك البص تمام ممكن مسلا تعملها في شاص فاهم انت ممكن تعملها مسلا في عربية عادية تبدأ تعمل بتاع ده فوق العربية نفسها هم هفكر في الموضوع ده في كتير من ايه يا هرب اتخرموا لي يا جماعة تنكد كو حول ولاد اللازينة الله يسامحكم والله ما انا سايب استعملوا بس خلص خلص فين دول راحوا فين دول يا جماعة انا ماشي في امان الله كده لأي يا لهوي كواسي ان الكويتش ما انفجارش الحمدلله بعيدة اخيل بقى لو انا بقى كنت ناكب عربية مكشوفة كنت زماني ميت دلوقت يا الله الحمدلله انا جاءت على قد كده وشوفت جماعة الطلقة جافل يعني اصلا كنا بحاولي موتني خليك كده بص بصة برضو كده جوا في ظهر شوف يا جماعة الطلقة الجاية على الحطة الوراء سواء الحمدلله يا عم روح انت دلوقت احنا فضيلك يا نهار ابيض ولا يا ربنا انا الجانب عجوبة الحمدلله شوف يا جماعة الجانب بسرعة تعالى او اف اكسم بله غير متوقع والوقت طلع اسرع مني يا نهار ابيض لا يكونوا خرمة دي ايه خرمة البتاع دي من هنا يا لهوي اخ خبط افتكرتني موت والكشفات وقعت وحالتنا ايه الله يعينك يا رأسة ربنا معاك والله انا حبيت بس ساعدك شوية يدي لك زقة بسيطة كده جدا بس خبق نفسي افهم ليه مش قاعدين على الكرسي زي الناس يعني والله يا جماعة انا بقال كتير ماشي صراحة وما لقيتش الاسف الواح فاحنا كده شكلنا كده هنضطر نحن نستعمل الطابليات ونشوف هل الطابليات هتزبط معنا الدنيا ولا لأ فخلا نركن هنا كده ابدأ اوقف كده بس كده افسل بص بتاعك بسم الله مرحيم بس قبل ما ابدأ اعمل اي حاجة في المغزن انا بصراحة ازا اطلع كده فوق وابدأ ابص كده ايه بصة سريعة يمكن لايه بنزيمة او لايه حاجة نروح لها ورايح دماغنا للأسف الشديد زي ما توقعت ما لقيتش اي حاجة عموما خلانا ادخل هنا نبدأ نتكسر الدنيا دي اه شفت يا جماعة الحركة اللي حصل دلوقتي طب تاني كده اوف طب والله يا حلوة الكرة دي يا جماعة وبصوا والا اجي مدان ده تعالي انت كده لدينا الكسر دي تاني بس يعني تحس ان الحاجات اللي موجودة مش هي يعني فهام ممكن التنج ده ممتاز جدا برضه نحتاجه وفي طب دي حاجة عظيمة جدا بسم الله الرحمن الرحيم لا 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 انا بأعزنك كده ايوة تعالي بسم الله الرحمن الرحيم كسر لنا كده يا مدير بسم الله يا مساء الحال يا رب بسم الله جماعة الشوت جن ده انا اول مرة اشيري الشوت جن ده متعالي انا شفته اوه طبعه عظيم ممتاز لا اله الا الله يلا بقى اشوف فيها اي انا بشاف نفسه جامد بقى اشاف نفسه جامد تعال يا خواف يا فعلها خد واحد ومشي ازاي يا جماعة خواف فقا نعمله ايه بقى طب الله يا جماعة في شوية لوت هنا حلوين جدا عارفين ده حمس ان انا اكمل تاني يمكن نلاقي حاجة تانية ينفع ندخلي من هنا بحرف الار ما ينفعش طب خلص نثبت كل حاجة هنا عشان بس انتوا عارفين طبعا اللي بيحصل قد فيك وقت نسألني سؤال يا عم ميدو ايه يا عم ميدو البصري بقى شكله غريب كده او من بره وبتاع وميكاركب ودنيا ما هي دلوقتي بنجمع الحاجات عشان نبدأ نزبط المخزن بس المشكلة يا جدعان الطبليات حتى لو حطناها هتوب بقى سيارة برضو مش هتقفل الدنيا كلها زي ما انا عايز فعشان كده انا سيبها اخر خيار اللي هو انا عايز ركبها بس مش دلوقتي خلا برضو نمشي كمان سنة يمكن نلاقي حاجة تانية بس انا فرحان جدا لقيت الشوتجن ده اتحطي هنا ايه ده هوراح فين ده يا جماعة وقلت شوف يا جماعة فين الشوتجن عادي عادي ما فيش اي مشاكل هنزبط له مكان دلوقتي بعدين ان شاء الله ربنا يسهل اهو اصلا باين من هنا بس طب والله حاجة جميلة جدا ايو بتاع البوليس ده افضل ماشي محترم علشان بس ما يجيش رخم علينا بس كده عدى الحمد لله بس انتوا عارفين اللي عجبني في البص ايه وانت ماشي كده بيبص انت عفين يا جماعة اللي عجبني في البص ايه وانت ماشي كده حسن واشال حاجات كتير كده حسن بيبك كده فهم بفخر زيت كمان مقطورة اللي عادي يسحبها غصبا عنها دي هي تقولوا لا مش عايز ايجي ولا هتيجي غصبا عنك يا بنت اللازينة انا والله يا زميلي بقال مش حاجة ليه نفسي افهم ليه كلهم قاعدين فوق الكرسي مش على الكرسي نفسه ونفسي افهم العبادة دي ازاي بتجري كده انا عددتها عين ولا ايه لا والله العظيم انا مش قصدي خليه كده حاول اوصله واسأله السؤال ده يا اسطا ايه ده شوية يا اسطا بعيزنك عايزك كده في سؤال امعلم والعددة اللي هنا اطر امتا ولا ما كانتش اركب دلوقتي يا جماعة راح فين ده بس الوقت ايه طاير يا اسطا ايه ده شوية على مهلة الحمد لله ما ماشي ما العدي حل كده اخر ممكن مسلا نحاول نرخم عليه بس يا كده عن افتد واخد مسلا واخد سوف النحidis مش لا 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 مش هينفع مش هينفع يعني بعد الماشي ده كله يطلع علي بتاعت مية ويطلع افتاعت مية كمان وراها اكبر لكن لا الها الا اللي انا اminute يا جماعة في بشرة في بشرة صارة استنوا استنوا انا شاهد فيه هنا مبنى يا رب يكون مغزن او حاجة يا رب يكون حاجة كويسة ايひيه منزمه صغيرة لا الها الا الله تب ندخل عليها خلاص انا هوهدي بس اشوف عندها لوح ولا لا لو عندها لوح ننزل ناخدها لا هي ما عندهاش للا اسف الشديد خلاص خليها مكملين زي ما احنا وان شاء الله في حاجة كويسة جاي ان شاء الله ربنا يسهل. طب حتى تحت هنا ما فيش اي حاجة اصلا عند الوقت عندي استعداد ان انا امشي في اي حتة الحمد لله البص عندنا فل والتنكات فل وامورنا تمام ومية مية ومعندناش اي مشاكل. في حاجات قاعدة توقع اوف ده فيه عربية وقت من السماء يا جدعان. انا لسه مش قاعدة اقول فيه ابوهي بقاعدة وقع جياء من فين? ابو سالله العربية اسلام السماء. ها حطيت لايك ولا لسه. انزل حط لايك. حبيب قلبي اسلام. مراكب. بسمين اللي اه ما ان شاء الله. المراكب دلوقتي كترت. يا عم البوليس. لا اله الا الله. طب الحمد لله. الحمد لله ما مجريش ورايه. اصلا يا جماعة جاي وقف وشي وبتاع ودينة دي تحسوا ان هو مستقصد اصلا يقفوا قدامي. ده حاجة رخمة اوي. زي ما انتم شايفين الطريمة حوض ازاي? وبصراحة شايف من هنا مبنى. فخليها خرام له حتى وبدلا ما مشي مسافاتي كلها. مع طليل على فاضي. وتذكر انا انا بدت تش直ح ان احنا قربنا للخط النهاية يعني ف considراحه الحياة ان شاء الله. انتم تخيلت سرعيتي سابتة على المية واربعين يا جماعة. والله. تخيلrog وحطينا ما تورين. هتلاقي الباص ايه? بrr تلتمائة وربعمية. بس أي عدنا مش هادر انسيطر عليه. خاصة ان السخور اللي بتطلع في وجيك مرة واحدة دي. ازا انتم تضيعها على السرعة دي كلها اخيرا لقينا مخزن ولا بتذكر المخزن ده هيب جوا ايه بسم الله الرحمن الرحيم يا مزهل حال يا رب بس انا ملاحظ فيه خفافش كتير بدأت تطير اليومين دون واحلا في الهالوين بتاع اوف فيه شاحنة هنا يا جماعة يا اما جاية اما رايحة يا اما هي جوة البتاع ده انتو مشوفتش رأيكم الكهزار بس يا جماعة شوف كميتر خفافش اديه بس وقف هنا كده مدير وقف ان شاء الله يا رب اللي احنا لقل الالواح بسم الله الرحمن الرحيم الله هو اكبر بسم الله 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 جاهزين يا شباب يا مساء الحال يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش حاجة صح? لا استنوا يا جماعة ازاي ما فيش حاجة. سواني بس كده. البتاع ده يعني انا حاس بيه بتسامة قبل بس هو ما له تحجس كده. لا اله الا الله يصطب عزدك ممكن تطلع بس ايما انا عزك انت لوحدك كده. طيب استنوا هحاول انا اطلعه. جماعة هو ده ينفع ان يعملوا سر المغزن اللي ورا. استنوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا توقع ويركب. يا لو يركب بالحاجة اللي انا عايزة. اه. ده يا جماعة بصوا من فوق مزبوطة على السقف استنوا استنوا استنوا. اه بس تخين. مش كده ان هو تخين يا جماعة. بصوا كنت حاول بقى ازبطه كده مسلا مثلا كده. لا ده صغير قوي ده ايه ده? لا 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 ده مش نافع ده. مش نافع مش نافع لا لا لا. والله ازعلتني يا اخي انا فرحت والله العظيم اول ما شفتك. بس في حاجة تانية اللي محتاجة دلوقتي. البتاع ده. تعال لي. انت عارفين البتاع ده يا جماعة ممكن نعمله اه. البتاع ده ممكن نعمله يا جماعة اللي هو رفي يعني المخزن بتاعنا. تعال بس انت هنا دلوقتي كده اسبت. ايوة هيتحط هنا كده مسلا في الاتجاه ده كده مسلا حيلو ويتركب كده. ممكن ده يتحط بالطول كده خلان شوف. اه والله يا جماعة تصدقوا. واو ده مظبوط ده. بس ده كده ايه ده ايه اللي حصل ده. بس ده مسلا لو تحط كده هنحتاج منه كتير ستدقوا. يعني مسلا هنضطر ان احنا نسبتوا مسلا بالشكل ده. بس برضو صغير. مش نافع والله العظيم يا جماعة حاجة ضد دايق. طب استنوا. خلان نعمل ده رفرف هنا. فاكرين انتم طبعا رفرف اللي كنا بنعملها في المخزن. حلو? هنبدأ مسلا نسبتوا بالشكل ده. بس بعد ازاك انت مسلا عمل الكويتش اطلع بردلوقتي عشان احنا مش فضيل لك دلوقتي. نبدأ مسلا ممكن نحط ده اه في النقطة دي كده. ونبدأ نفتح مسلا لبقى اه لا ده كده بفتح طب بصوا خلا نعكس العملية. نبدأ نعمله كده مسلا بس كده هيبوخ وبشكله مش لطيف من جوة. بس خلا برضو نجرب كده الدنيا نبدأ نحطه كده مسلا وابدأ شابك كده. ونبدأ روح عاملين ده كده يا جماعة بصوا. كده مسلا. شفتوا الشكل بعمل ازاي? كده نقدر نحط بقى عليه اللوت والكلام ده كله. وليه رايكو في الشكل ده كده. يعني اصراحة اتوقع ان هو كده كويس يعني. وخاصة مسلا لما نعوز بانها نسبت في حاجة وبعد نروح منزلينها كده لفوق او لتحت. يعني هيبقى الموضوع جامد. بس انا احاول برضو ان انا اعكس العملية. ايه يعني اللي هيحصل او عكسنا? انا بقول لك يطلع الطابلية دي برا كده. على فكرة الطابلية دي احنا ممكن نعمل بها حاجة دلوقتي. استنى بس خلا نشوف. ايه يعني فيها ايه مسلا? لما نخلي الباب ده كده بالشكل ده. ونبدأ نمسكه مسلا من هزا الجزء. ونرفع كده مسلا لفوق. بعيزنك بس يتعالى كده سنة كده مسلا ونسبت على كده. حلو? ونبدأ نفت. ايوة بس كده يا سيد اهو. شفتوا الشكل بعمل ازاي? بس طب والله ممتاز جدا على فكرة البتاع ده. ممكن بس نشوف لنا تلاتة اربعة منه في الاتجاهين كده مية مية. بس احنا عايزين الباب المخزن ده يتفتح. خلص هنبدأ مسلا نزبطه كده ونجيب واحد كده يتحط هنا يبقى مية مية. ومش شرط على فكرة ممكن نعمل هنا كمان رفين. وكده متشكرين جدا لحضرتك يا فندم. بعيزك بقى اوو شوف يا جماعة بس هو قدر بانتظار والشكله جامد مش كده. بعيزك كده ممكن بس تجيب لي البتاع ده تحطه هنا في الاتجاه ده. حلو كلام. طب الله ان شاء الله هيبقى مية مية يعني اتوقع بصراحة شكل ده. وليل بتاعه واطي من هنا. اه عشان طالع مطلع عادي مش مهم. نبدأ نجيب الطابلية دي مسلا لو احنا مسلا عددناها بالشكل ده وحاولنا مسلا نزبطها هنا. لا مش هتزبط برضي. احساسها صغيرة يا جماعة. اه والله الطابلية صغيرة. مش نفعة برضو. طب ليه يعني كل الدنيا كده متعقدة عندي. طب استنى كده. ما عايزنا كده بس من برا الجوة. بسم الله رحمة رحمة. طب والله حلوة يا جماعة. احنا نركب الطابلات من برا الجوة. شوفي شكلها يبقى عامل ازاي? يعني هي من جوة هيبقى شكلها كده. اه هي مش لطيفة شوية بس احنا كده كده اصلا الازاز من جوة هنبدأ نعوضه بحاجات ده ايه ده. طريبا عربية خبطت فيها. ومن برا على فكرة شكله مقبول جدا. ام بس كده برضو مشكلة المخزن ما تزبطتش معانا. خلينا برضو ابص كده بصة تانية. عندك برضو التلاجة دي. بس نشير منها الحاجة بس. كده. اقفل بعذنك الابواب. هتل التلاجة دي. شوف يا جماعة بتصديها زي. شبعانة صدا. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بعد اذن السيادتك ممكن تدخلي هنا. معلش معلش استحملي بس. معلش طب خليك وقفة هنا دلوقتي. نبدأ ندخل لها احنا من ناحة تانية. معلش ممكن تفصل لي لي قطينا دي. اه تعالي بس تعالي بس ما تخفيش. هلي كاعدة هنا بس مؤقت كده. عايز ازبط كده حاجة في دماغي وانتي تعالي هنا. ايه اللي هيحصل مسلا لو لفنا التلاجتين دول. اه التلاجتين صحيح. لو لفنا التلاجة دي او مسلا ممكن التلاجة عميميدو. هي ليه مش عايز تتعدل صحيح التلاجة دي. هليه بس تقفل الباب اللي ورا ده. وارفع لي بعد اذنك الدرجة ده الفوق. ودخلني بعد اذنك هنا. ممكن بعد اذنك. اه مندوس ار صحيح ولا الار اصلا ملاش دعو بحاجة. ده التلاجة شقليبت يا جماعة مش عايز تعدل. لا الها الا الله. طب ممكن تتعلي بعد اذنك يعني يعني لو ينفع يعني. اه والله بعد اذنك يعني. اه لا شو بتلفح علي النفسات تلتمية ستين درجة. طيب تمام كده ممتاز جدا. هو مسلا ايه اللي هيحصل مسلا لو حطينا التلاجة دي هنا. بصوا يا جماعة بالزبط. يعني لو انا فكرت مسلا طلاح على الرفي ده صعبة شوية. طب والله يا فكرة يا جماعة. ايه رأيكم يعمل مخزن من التلاجات. هيبقى بالشكل ده بصوا كده. تلاجة رجبة هنا وتلاجة رجبة هنا. كده هيبقى فيه باب في النص كده يقفل الدنيا. وخلاص. الباب بقى اللي في النص بتاعنا هنبدأ نجيبه من مقطورة دي. ده الباب اللي بقفل وبيفتح صح? احسن بكتير من الباب من المنزلج ده. ونبدأ مسلا نجيب الباب ده. الباب ده على فكرة يا جماعة الباب ده تخين. بس صغير. ده ايه ده بقى? طب عموما نبصوا الفكرة هتبقى عاملها ازاي؟ والله يا جماعة حاس ان هي مش هتبقى لطيفة الصراحة. اممممم. لو تحطت كده مثلا يعني جبنا تلاجة تانية حتى نفتح لبرة ونقفل. تفتكروا هتبقى متزبطة اقولك الحاجة? خلينا ابص كده في المغزن ده في السريع اطلع منه الحاجات المهمة. وابدأ اتحرك كده شوف اي مكان تاني. نشوف عنده تلاجة ولا اي حاجة. اما عرفش اي البوليس الرخم ده طب تعال 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 عشان تتلمى عشان ماشي في حالي يا رخم والله يا جماعة ماشي في حالي لقيته من راح تشغل السرينة شوف رخم ازاي طب والله لزن على صاحبك هه يجي صاحبك خد يا معل يلا تعال 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 لبس الحمد لله هو ده المطلوب اثباته ده اللي انا عايزه بالضبط حد شبه يعديني هنا شفتوا جماعة اللي يجي على حد ما بكسبش والله العظيم شفتوا لبس ازاي ما عملتوش اي حاجة اه بس حوت يمين لقيت وحود لبس في العمود وشكرا ك واه لانك ده بيت هات لجأ من زار باعيزنك او الله بيت بس ده ايه ده بتروح بدا ولا ايه خلينا ادخله يا عام بس من بعيد ياخد حسه كبير اوي اللي هو ايه ده اه بيتها بدهرين يا جماعة ان شاء الله يا رب اللي ان يلاقيه يتلاجه يا رب يا مسهل الحال يا رب الله اتعال نقل دي اوه للا واه يا جماعة اوه بس ابعد أيوا عن هنا وليه الكرافان ده دايما انطائر كده جماعة متعلق يتلاجه جوا والله انا ما عرف خلا نزل نبص بسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحم وراكاته. وقعتك هنا والله. ايوة لقنا التلاجة يا جماعة. طب ممتاز. هو ده المطلوب اثباته. خلانا اخدها في السريح. نشوف كده هل هتزبط معنا الحاجة اللي عايزة ازبطها ولا لا. معارفين في حاجة تانية برضو عايزة اجربها. التابوت. نعرفش هيزبط معايا ولا لا. هنجربه برضو بالمرة. شوف ايدي التلاجات اللي في البيت يعني في تلاجة هنا برضو صغيرة. خليك هنا دلوقتي. ده في خرطوم لازق على التلاجة هنا. بسم الله ما شاء الله. خليها افتح التلاجة ده بص فيها لان بصراحة اسيسها تقيلة كده. هتلاقي فيها اكل. الله فيها اكتب يا جماعة من اللي بتاكل خلينا اكله. المشكلة المدينة بس الحاجة واحدة بس ان التلاجة حكمها كبير. بس برضو انا ممكن نستغل ان احنا نعمل لها ارفف. عموما خلينا نحاول ندخل التلاجة بس ممكن تتعادل. والله بفكر مش هيلفع اصلا عادلها. ايوة. خلاص خلاص انت عادلت يا شيخة لازم يعطي تقلبي تاني جوه لا اله الا الله. هنوعد بقى نعدل فهم من هنا للسنة الجاية. خلينا حاول لقفل بتاع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نشيل باب ده. حطوا هنا بعيزنك. وانت تعالى كده يا مدير. بعيزنك كده ممكن تلف. لف لف. يا الله. ايوة. طب ممتاز جدا. ده اللي انا عايز اوصله بالزبط. نبدأ بقى نحط التلاجة دي فين? على الجنب التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة الشكل. بس كده. اه. وليه ايه رأيكم كده في شكل البتاع? كده كويس ولا مش كويس? وقيد دنيا. يعني بصراحة بس انا حس المغزن صغر شوية. بس بصوا للجنب الايجابي. عندك مساحة جوه التلاجة تقدر تحط فيها حاجات احنا عايزينها. بس بقى فيه مشكلة هنا. الرفرف ده. امم مش حبه مزبوط زي ما نعايزه لان هو يعتبر داخل جوه التلاجة. نحط مسلا الرفرف ده هنا في الاتجاه ده. كده مسلا. اه. وليه رأيكم بقى في الشكل ده كده? يعني انا بصراحة حاس ان هو كويس بس دلوقتي بقى احنا مش محتاجين باب عادي. احنا محتاجين باب عربية نقل. عارفين انتو الباب بتاع الصندوق بتاعها هو ده اللي احنا محتاجينه. لان الباب ده اللي احنا حطناه شوفوا اللي هيحصل دلوقتي. هنمسك الباب مسلا من هنا. ونبدأ مسلا نركبه وليكن نحاول بس نزبطه كده بحيس ايوة يكون متساوي بالشكل ده. يكون كده. حلو? هيبقى بالشكل ده. هتيجي تفتح باب بالشكل ده. تبدأ تدخل. ده المخزن بتاعنا يا جماعة. مخزن صغير بس احنا بقى نحاول نزبطه بقى هنا من وراء اه ادوار بقى وارفف وبتاع. والحطة دي برضه هنستغل لنا ان احنا نعمل فيها مسلا اه شنطة بتاع الكلام ده كله. يعني ما عرفش بصراحة بس انتو قولوا لي ايه رأيكم كده في شكل المخزن. بس زي ما انتم شايفين تجي تقفل الباب والمخزن عادي جدا. وعندك برضو باب تاني هنا خارجي لها الموضوع شكله جامد. فانا بصراحة بارده ما عرفش يعني هو كده كويس ولا لا. انا بصراحة ما عرفش الدنيا. المهم عرفوني كده تحت في التعلاقات وبكده شونا كنون ستاة الحلقة. اشترككم على الخير في حلقة جديدة وفي امان الله. مع السلامة.